السلام أخوتي كديري اللي بس عليكم بخير تكونوا إن شاء الله كلكم بخير على خير في هذا الفيديو هذا غنشوفه المصير دي المنتخب المصري وخصوه ضروري أنه يربح باش أنه يدوث الدور الثاني لأنه حاليا وضع رأسه في واحد المتاة اللي هي كبيرة وكبيرة بزاف كان عارفه حاليا أن مصر في المرتبة الثانية من بعد الرأس الأخضر هنا كان الرأس الأخضر هو الأول في هذه المجموعات دي لأن القوة الضاربة اللي عنده عنده لعبين جيدين كنعب واحد طريقة فنية جدا رائعة بالضغط ديالله كي يستق أنه كي الخصم ديالله كي يدير بالثبت الأخطاء وكي يجعل أنه كي ماركي الأهداف هنا ما يصر غنشوفه في وفد الفيديو هذا خص ضروري أنها تربح ولا بديل من غير الفوز على الرأس الأخضر إلا بغاية أنها تمر الدور الثاني وكيف ما كان عارفو حنايا ضروري غيمرو ثلاثة ديال الفرق يعني اللولة والثانية وأحسن ثالثات حتى وما يمكنهم أنه يمروا للدور الثاني وهنا وخا تكون ما يصر يعني في المرتبة الثالثة تقدر أنها تدوذ للدور الثاني ولكن كان واحد النقطة اللي جيد 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 خطيرة في هذا الشيء وأنها تقدر تطيح في طيح مع واحد المنتخب اللي هو سيكون صعيب وصعي بثاف الميرات هنا عندي واحد احتمال 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 انا سبق لكم من دابة أنا تقدر ميثر طيح مع المنتخب المغربي بالتلفانة دياله فضل هذه المباريات كاملين اللي تقاموا في كأث افريقيا هنا كل شي يتفاجئ أن ميثر تونس الجزائر موريطانيا وأن هذا كاملين أنهم محقوش ثلاثة النقاط ديال البداية ديال المشوار ديالهم في كأث افريقيا للأمم وهنا من هذا الشي كامل المغرب المنتخب الافريقي الواحد اللي عرف أنه يستخلص ثلاثة النقاط لأنها هي اللي ستقوم به للقدام أي منتخب كيف مكان يعني في البدايات ديال المشوار ديال كأث افريقيا أو كأث اوروبا أو جميع البطولات المجمعة ضروري هنا يا خاف تكون البداية بفوض يحصل ضروري ذلك المنتخب على ثلاثة النقاط باش أنه يتقدم ويمشي بطولة كاملة بواحد الإيجابية لماذا؟ لأنك مليكة تنبح المشوار الأول كيكون عندك واحد الوقت وافير باش أنك يعني ترتب جميع الأخطاء اللي كتكتدير بالرغم أن الفوض ضروري تكونوا بعض الأخطاء في المقابلة من المنتخب ديال المغرب وهنايا كيف مماش فينا الحاجة اللي يدارت ذوبعة كبيرة وخاصة لحد خوطنا الخرين يعني المثريين هنا يا كلهم أطاقوا عزدين وناحي عزدين وناحي لما كيعرفش الحركة اللي دير يعني هذ الحركة اللي دير كنا كان عرفوها أنه كلاش يعني هناك كلاشة المنتخب المصري لماذا؟ لأنهم جميع المقابلات ديالهم كيف ما كان عرفوه أنهم حاصلين حاليا على ثبعاء ديالالقاب ديال كعف أفريقيا وبغي نذيو التامنة لماذا؟ لأنها تقريبا هذي بطولة مفتوحة لجميع المنتخبات اللي عنده فرجليه أنه يقدر يديها كان عودة اللي عنده فرجليه يعني هنايا المنتخب الكلااش اللي يعطاءه ناحي المنتخب الميثري أنه يكثب بعض الألقاب كاملين اللي يجمعوه عرطوه باش يبلبكة ووسكة يعني هنا كماركو بيت كيبدو كاملين يطيحه أنا يعني كنت في الأول كان أحب أن أنا ما نتلاقه وسبعاء منتخب الميثري لماذا؟ لأنه يلعب بالخبط الكوراوي دياله وتقريبا هذا الخبط الكوراوي هذا رمسي عاد معروف به حاليا أنه معروف به من زمان وحتى من ذوك ثلاثة البطولات عن عودة ذوك ثلاثة البطولات اللي ادأى أول الألقاب nessaهم شارك كأنه شارك مع ثلاثة او أربعة ديال المنتخبات من اللي كان قادت ننضم كاثة أفريقيا الأوائل يعني باش بدأ البداية ديالك افريقيا ادأى ذوكة الثلاثة الألقاب فرحة بوحدo البطولة اللي هي كانت مصغارة كتلعب من الأربعة واو ثلاثة ديال الأربعة ديال المنتخبات وهناي صراحة هنا حيث هذا الشيكام من اللي دارو رما داروش من فارغ هنا الحركة اللي دار هنا حيث انه كلاشا خوطنا المصريين اللي يبحاله بكا هكا هكا يعني بركة من اللي بكا اه بركة من اللي بكا لأن جميع البطولات او جميع الماتشد ديالهم تنعصوا في الارض وخاصة إذا لمشوا انهم سجلوا الهدف على الخصم ثافي يبدأ كل شيء انه ينعصوا وهنا ما غادش نمشوا بعيد هنا ما غادش نمشوش بعيد لتش بلاسة لأن واحد نادي مصري اللي هو الاهلي المصري متبع نفس طريقة عقلته بالماتش ديال الفينار ديال الاهلي والويداد البيضاوي كيفاش انهم دوا ذلك البطولة بلبكة ديالهم هنا يعني هذه الخطة بس كيمشوا بثاف ديال الاشياء اللي انهم بس انهم يربحوا هذك الكاث وذلك البطولة هنا كيكون واحد الخبض كوراوي ما كيروتش لي البال شحال من واحد وهذه الخطة هذي كانين عدة مدربين انهم كيطبقوها وكيطبق معاهم علاش لأنهم كيكونوا في الماتش انهم رابحين ورابحين ورابحين وهنا يا لجينا نقوله جميع المصريين بدون استثناء انهم كلاشوا اللاعب اناحي بهالطريقة هذي يعني ما كينش شي واحد ما كيدرش عليه حاليا السوشيال ميديا المصرية ما كينش لي ما كيخرش وكيدر عليه فيديو علاش لأنهم طاح لهم لديك النقطة الثوداء اللي عندهم وحط فيها الكلاش ولكن هنا بالذات وناحي تتفرج في الماتش ديال ميثر وحط وحط فطورة اللي وجهت رائع على القوانايا يعني خسرتو على سلامتكم وهنا في هذه الحالة دي ميثر خاصة ضروري انها تربح باش انها لا بغاد دور ضمن يعني المقابل المقادمة خاصة ضروري تفوز باش انها تسعد ثاني المجموعة الآن يعني نذكركم بترتيب ديال المجموعة ديال ميثر الفريق الأول هو الرأس أخضر عنده ستة نقاط ميثر عندها نقطتين وغانا عندها نقطة والموزن بيق عندها نقطة يعني هنا هي واحد المجموعة اللي هي جد صعبة يعني بنحية النقاط هنا ستقابل رأس أخضر وهو رأس المجموعة مع مصر وكيف ما كان عرفو حنا يشفنا جوج ما تشدي الرأس أخضر انهم استغلهم واحد استغلال له جد 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 رائع وفاث بهم بجوج ما كان دونش انه غاد يتساهل مع مصر وانه غاد يخليها انه يتعادل معها او يتعادل او يفوث هنا ميثر يعني عنده احتمال واحد يلفوز وتأهل تاني المجموعة يا الخسارة وتجمع شونت دياله وترجع لبالد دياله ولكن انا كان في الضل انه ميثر غسى ضروري انها تربح الرأس أخضر كنا كان عارفو الرأس الأخضر من اقوى المنتخبات حاليا وحاليا في المجموعة ديال غانا وموزن بيق وميثر الرأس الأخضر يعني هنا مازالين واحد الحدود اللي هي كبيرة وكبيرة بذلك كل فرقة عندها مقابلة وحدة يعني انا مشات ميثر تعادلت مع الرأس أخضر وربحات غانا هنا سندخله في واحد المتاهة اللي هي كبيرة نعرفوا ان غانا عندها نقطة موريطانية عندها نقطة وميثر عنده جنوقات والرأس أخضر عنده 6 ديال نقطة يعني هنا خص ضروري ان ميثر ما عليها الا الفوز التعادل ما مقبولش لانه علاش لانه هنا غانا تقدر تربح الموزن بيق وتأهل بربعات ديال نقطة ميثر حاليا عنده جوج نقطة خصة تربح الرأس الأخضر وتطلع بخمسة ديال نقطة يعني هنا دخلنا في المتاهة ديال الحسابات نتمنى جميع التوفيق للمنتخب ميثر ترجمة نانسي قنقر